أخسر بعدها إحنا عايزين هذا الكلام وعايزين مكتبع ديمقراطة خلق بصر بما أننا نتكلم عن الانتخابات وفيه طبعا تخاوف شديد أستاذ عاصم من فكرة سمينا بقى انفلات أمني سمينا غياب أمني سمينا مشاكل أمنية في الوقت اللي فيه علاقة الداخلية بالشعب بتزداد سوءا وبمقتل تحديدا يمكن كان مبارح فيه وقفة احتجاجية عند الشيخ زايد بسبب الولد معتز القتلة من قبل اتنين من رجال الشرطة وواحد فيهم قالوا انه هو عندهم بعض الخلل العقلي أو النفسي يعني احنا ايه بقى الداخلية امتى هتعلقتها مع الشعب هتتعدل تخيل لي حضرتك ان فيه شاب عنده 21 سنة منازل مع التين زميله عندهم 21 و22 سنة واخدين عربيتهم في الشيخ زايد انت عارفش يعني المناطق هناك كبيرة لازم تاخد العربية عشان تشتري حاجة راحين يجيبوا فطار ستة صبحية عربية تستوقفهم بتقول لهم البطايع والرخص الشاب بيقول لهم والله يعني انتو نفسين مدني طب اعرف انتو مين والدنيا شتمو شتاء مجزعة واهنو تماما يعني فهو اضطر ان هو يسيبهم ويمشي اتحرك بالعربية عشان ما عرفش مين دولة وفيه بلطجية كتير وفيه ناس بتتدعي انها من رجال الشرطة زمان كان رجل الشرطة كان بيعلق هنا هو تلوحة معدنية عليها اسمه ورقم بحيث وانا بكلمك ابقى عارف انت حضرتك مين بالزبط ورقم الكام لو ليه شكوى منك اروح اشتيكيكي يعني دي وقت اصبحت المسائل كلها غمضة واحد بيوقفني في الشارع يقول لي انت هات بطاقتك وهات رخصك وهات فلوسك وهات مش عارف افتشك كده فالولد قال له اتعرف عليك اعرفك انت مين يعني فشتموه مشي ضربوه بالرصاص مش طرقت رصاص ضربوه شوية رصاص كده يعني ولد واخد طال افراس بيسموها رخة رصاص يعني ما وطوء طب ما وطوء ولا ضربوه نقلوه وعملوا حاجات غريبة جدا نزعوا اللوحات المعدنية وحبوا ان هم يرموها في الصحرة عشان يقولوا بعد كده هو الولد ده كان ماشي من غير بعربية من غير لوحات معدنية فبالتالي هو المسؤول وهو حاول الهروب وكده يعني الحمد لله ان اللوحات معدنية يعني الناس شهود شافوهم وما بيقرعوها راحوا للمستشفى فقرروا في المستشفى يقولوا ايه ده هو وصل سليم مات نتيجة مش عارف ايه المستشفى قلت لهم لا ده جاي ميت فاطروا انهم يعترفوا واطروا انهم يعترفوا بحاجة غريبة جدا ان احد الضباط مصاب بعصاب من برد نفسي وبيتقادى حبوب وبيتقادى علاج طب ازاي الظابط اللي عنده مساكل نفسية ده ازاي تشيري سلاح في جميع دول العالم ايضا الظابط او الشرطي لا يحمل سلاح يحمل عصايا كده يضرب بيها ولو احتاج سلاح بيطلب المعونة وغيره على فرض ان احنا في مصر لدينا ظلوف قصة فمضطر انه يحمل سلاح هل هي استخدمها ضد الشاب المدني عنده واحد وعشرين سنة في سن اخوه الصغير او في سن ابنه وحتى لو مسألة فيها انفلات فاز عاصم هتطرد ان انا قابلنا الرواية بتاعت ان هو فالين حد وكان بيكسر الكمين ومعهوش رخصة ومعهوش نمر هل من الطبيعي انه تضرب بالنار في طبيعي بالرصاص يعني بتالي اجراءات عجلة ما تكمل الكمين اللي بعديها قولوا له وقفوا فلان ما تجري وراه وانت معك عربية شرطة عندك الف وسيلة ووسيلة انك تتعامل مع الشعب باسلوب ما فيش فيه عصبية وعنجهية وتجاوز وقلت ادب المسألة الشرطة تجاوز لا انا عاودت دي واحدة قبل ما تسألي يا صديقي يا وزميلي عبدالله انا عاودتك على الخيبة اللي احنا فيها ان في المينيا خطفوا لواء شرطة البلطجية خطفوا لواء شرطة واشترطوا لعاودته ان اهل يدفعوا 200 ألف جنيه اهلوا اتصلوا بالشرطة الاصلية اللي هو جاي منها اللي هو مكتوب كذا وكذا الشرطة فشلت في انها تجيب اللواء البخطوف فاضطر اهلوا انهم يدفعوا 200 ألف جنيه عشان يطلعوه دي اكيد نكتة صح؟ لا دي مش نكتة دي مسألة حقيقة حصلت في المينيا ايه الخيبة اللي احنا فيها دي وايه مش عايزة اقول التسايب والامني ايه ايه الاعلى من تسايب حاجة يعني ايه الفراغ الغريب ده الفراغ اللي احنا فيه ده المسألة بقت لا يجوز السكوت عليها دعم استاذ عبدال يعني يعني طبعا ما يسمى بالانفلات الامني او الشعور اكتر شوية بالانفلات او الشعور او التسايب الامني او اي حاجة في قصص كتير قوي زي بهذا البعنى موجود انا بتصور ان ده كله مسئلة المجلس العسكري ومسئلة الحكومة ومسئلة وزير الداخلية وفيه فشل كبير جدا في ملال في الامن وفيه تأخر طويل وعريض في اه تطهير جهاز الشرطة ولما حصد حصد طلق جزئية وبطول الوقت بدأ ان فيه طار بين الشرطة والشعب وان الشرطة عاوز يتعلم الشعب الادب برده ولا يهدأ الموضوع احنا طبعا كلها محتاجين جدا الام حاجة شي معنا دوش نستغنى عنهم على فكرة ده مش رفاهية مش احنا بس احنا واهليهم وولادهم برده يعني موكلهم شعب يعني صحيح فاحنا بحتاجينهم جدا بس هو تقريبا نفسه او بعض قطاعات نفسها لشعب يجي بوس درق ايده ويقول له ارجع ولا بيحميله مش هيحصل مش هيحصل وطريقة التصرف اللي بتاع الزب بتاع الشيخ زين اظن فيه حاجة زي كده ازاي انا زب الشرطة اطلب من الشعب الشعب ابدي الكلب اللي قام بصورة وهدب هدى البطاقة وانا اظن ده تعبير عن نوع من عنواع الثقافة موجودة الان داخل جهاز الشرطة المعادلة للشعب فيه شيء عدواني حتى في النظام السابق مقالش بحصل كتر لا مقالش بحصل كتر هو الظابط لما يقفني فيقول لي انا فلان فلاني انا النقير فلان فلاني ومن فضلك اديني الرخص بتاعك عايد انا هبقى انا اجهل وبسعيد يعني وعرفت المسألة ايه يعني او يطلع او يحطط البلج باسمه ومعرف بتعمل معامل احنا في النظام السابق كان فيه شعور بالقاهر ومجارة للشرطة لدى قطاع كبير بالشرطة ثقافة واضحة او عقيدة او ثقر مع الشعب انا اظن اعبر عن نفسه في الشيخ زين وبالتالي انا بقى احمل هذه الجريبة مش للزبيطين فقط بل للقرار السياسي المرتبك ومتأخر ولوزير الدخلية لان لو كان فيه حسب لرئيس الهكومة هو المجلس عسكري كله لان لو فيه حسب وعادة هيكلة للشرطة وتطهير حقيقي وفتح صفحة جديدة انا اظن كان ممكن لا اللي هو هيتخطف ولا انا عاوز الضابط تضرب في الشارع ولا هو كمان الشغال اللي بلطاجي ويدرب رصاص حي لان بالمعنى بالطريقة دي فيه شيء يعني فيه خطورة كبيرة جدا على مستمبل بلد انا طبعا مع سقوط همت الشرطة لو راح يجيب حرابي او من اهو حتضرب الضابط هو حتضرب محدش طيقه فجزء من طريقة التصرف بهذه الشكل فيه ربع شاع وفيه تأخير لعودة القانون فيه تعالي فيه عرقلة فيه عرقلة لدولة القانون لان ما حدش انت بتصنع كراهية وبتصنع دم وبتتوسع في الحكاية فحتوصلنا في الاخر لقول يا اخي حل جهاز الشرطة كله الشعب نصل للشعب عبقري حافظ امنه معقول جدا رغم فيش جهاز الشرطة لكن ربنا بتمشي انا عشر شهور اهو ما حد بتقه فيعني يا سيدي يعني انا اظن ارجو ارجو ان تناقش قضية زايد شيخ زايد بطريقة اوسع واشمل من ان ده احد نتائج او اللي حصل في مينيا احد نتائج غياب عودة الام واحد غياب عدم تطهير الجهاز الداخلية ولا بناء اعلاقة جديدة مع الشعب بطريقة مختلفة وحدة تانية كمان حد تانية كمان الظابط المختل ده اللي بيعاني من مرض نفسي واصلنه هو ملازم ده خل ازاي كله الشرطة ده بيطرح سؤال اخر ان كلية الشرطة اصبح اللي بيدخلها اما الوصايت او لدفعين فلوس او لدفعين فلوس ما اتطهروا الجهاز يا جماعة ما عندكو الاف الخرجين خريج الحقوق ممكن بتدريب فترة قصيرة ممكن يتحولوا الضباط انا اتذكر كمان مش فاكرة الامين ولا العسكري اللي طلع على الناس برضو في القطر وبردو ضرب النار وقالوا ان هو كان مختلع عقليا وبردو تسألنا هو ليه بيمسك سلاح المختلع عقليا ده خفضتنا حبيبي العدلي مختلع عقليا يعني هنتلع كل واحد يعمل حاجة مختلع عقليا مسألة غريبة وده يخليها تسأل يعني احنا بقالنا قد ايه باعتقد ان احنا مش اول برنامج ولا اول ناس اتكلمنا على جهاز الشرطة وتطهير الداخلية واعادة الهيكلة والوحدة يعني كل كل ناس تتكلم ده بقالنا تسع شهور لغاية امتى هيبقوا بيقولوا ان البلتاجية برا وبعتقد ان اكيد عارفين اشامي البلتاجية مش هما عاملين قانون طوارق بموجب قانون طوارق دوت انا وانا عمري ما اشتغلت العسكري ولا ظابط ولا دخلت حتى جيش انا استطيع ان انا الم جميع البلتاجية اللي في مصر روح انك شوف الانتخابات روح اي 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 عضو مجل الشعب هيقولك مين اللي بيساعدوا في الانتخابات ويقولك مين البلتاجية هم عايزينهم عشان يساعدوهم انت لو لمتيهم هتلمين في 24 ساعة المسألة انك انت مش عاوزة او انت مش عارفة او انت مرتبكة او انت في النهاية يعني مش عارفة خطواتك بعد ثانية مشكلها ايه هروح لنوطة تانية وهي القضاوة المحامين وبعتقد ان هذه من الازمات الهزة الرأي العام وهزة الناس لانه كنا كان اخر امل عندنا هو القضاو وحملينهم يمكن اكتر برضو من طاقتهم لازم اعترف لا تعبير هزة دي انا بعتقد انه تعبير مخفف ومهزف منك يعني انا اعتقد ان ديزل زال حقيقي بيشكك في مقومات الدولة المصرية يعني ان كان مع السلطة القضائية يا سلطة كبيرة ارجوك تفتكري انا وغير وناس كتير جدا على مدى يعني عشر سنين ووقفوا ورا نادي القضام وورا طريق السلطة القضائية وكان عندنا حلم وانا واحد من الناس قاعد طول الوقت يقول ان السلطة القضاء وحن الصحافة اهم من الانتخابات البرامنية واهم من رئيس جبري لان دي ركائز الدولة المدنية الحديثة لما جات فرصة تاريخية كبيرة للإزدار القانون شفنا مصخرة قدامنا لما جات فرصة لحقق الحلم شفنا كبوس قدامنا شفنا اعمال بلتجة وعنف وضرب رصاص واغلاق المحاكم بالجنزير ونعاوز ان القضاء اخطاء واخطاء فادحة وغير لائخ واهانوا هيبة القضاء المصري والثقة العامة في القضاء المصري واعتبروها فرصة الحقيقة يعني في جانب انها خصخصة وزارة العدل نتكلم على ان القاضي يبقى ليه نسبة ازد في مصدره من الغرامات يعني عيب يعني لان القاضي في الحالة دي هيشغل مش قاضي يبقى بيزنس بقى لا هيشغل بلتجي يعني بيديني عشر تلاف جنيه او يزن هنا انا ادفع عبليون وهو بيخل نسبة يعني في طريق التصرف لكن كمان ما فيش حاجة في الدنيا مش فيناش في اي نظام قضائي محترم ان القاضي بيحقق يحمس المحام يعني ده كلام في تعالي عملي زي الاخواني انا معرفش انا لا ايه علاقتهم بل فيه فكرة تعالي والعجرفة اقبلت اساءة للقضاء انا بارجو ان تب فيه فرصة فيه فرصة للمصالح حقية بين جراحي العدلة اتمنى ارجو ان احنا نحافظ على هيئة القضاء والثقة العامة فيه واول مسئولة ان هذا الكلام هم القضاء يتصرفوا بطريقة لائقة ومحترمة بمقامهم العالي ارجو احترام منزل محمال لان هي طرف رئيسي ما تبسي الاستخفاف عليها يعني ما نتكلمش وإلا انا يعني لا حاخد يا محامي جبتك يا عبد المعين بتعدي يا محامي المحامي بتعبيت حيبس يعني فهنا بتصور ان دي فرصة للمراجعة لكن كل ما جرى انا بعتقد جزء منه فساد النظام السابق والتراكمات الجوفية الرهيبة طلعت كلها في وشينة خلينا نقول حاجات تانية انا عاوز انا عمال صاح جايز حانا صلح فيه كلام على انه السيد عبدالله بيطلب في كلام ارحمني شوية لا انا عاوز اتكلم عن مسألة مسألة قانون السلطة القضائية ده من المسؤول عن اصداره الان لماذا يصدر هذا القانون الان وانت تعلمين انه منذ عامين بالزبط وفي حالة توتر شديد بين المحامين وبين الخضاء الوقت الحكومة اللي بتحكمنا دي حكومة وحكومة مؤقتة حكومة تسهير اعمال لماذا لم تنتظر يا حضرة القاضية ويا حضرة المحامي الى ان تتشكل حكومة نهائية حكومة دائمة يعني ويحصل يعني تعديل الدستور ويحصل انتخاب لمجلس الشعب فساعدتنا نتقدم لمجلس الشعب نطلبه باصدار يعني هذه القوانين لماذا الان وانت تعلم ان في حالة توتر وكأنها مطالب فئوية واحنا ضد المطالب الفئوية الان ننجلوها فاذا بسدر القضاء بيتقدموا مطالب فئوية الان ودي مسألة مستفزة واختيرة